نالت المنتجة البحرينية إيناس عقوب الجائزة الذهبية في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام عن مسلسل الأطفال قصص من رحيق النبوة دورة المونديال لهذا العام شهدت منافسة شديدة استطاعت من خلالها إيناس انتزاع الذهبية وبكل جدارة زميلة شوق العثمان قابلة البحرينية إيناس ووافتنا بالتفاصيل روح بحرينية فنية رفرفت إلى مصر لتمنح جائزة مونديال القاهرة اللون الذهبي وتحصدها بجدارة عن مسلسل للأطفال عنوانه قصص من رحيق النبوة الذي اهتم بنشر القيام والأخلاق الإسلامية السمحة هذا المسلسل صراحة احنا تعبنا عليه فترة طويلة يعني كان اعداد مدة سنة لأنه احنا عندنا سلسلة ست مواسم ورحيق النبوة كان هو الموسم الثالث وكان هذا المسلسل جداً كان متعد احنا كوطن عربي احنا بنفتقر انتاج الرسوم المتحركة هذا المسلسل بيحكي فقد القيم والأخلاق والمبادئ اللي طبعاً ديننا الإسلامي حثن عليها أناملو أنثوية أنتجت هذا العمل المشرف الذي تم تقديره بذهبية لمعت أمام أعين الجماهير وحبكة قوية مع تصاميم بتقنيات حنيثة جذبت أذانا وأعين المختصين اتجاهت للرسوم المتحركة هي بتوصل مسج كويس للأطفال وبتوصل مواضيع مهمة للأطفال وطبعاً تعرف في البحرين في موضوع الإنتاج الرسوم المتحركة حتى في الخليج الرسوم المتحركة الهادفة جداً قليلة وطبعاً بالنسبة لنا أننا البحرين تكون الأولى على مستوى الوطن العربي في الرسوم المتحركة هذا جداً فخر لنا رغم كل المعوقات استطاعت المنتجة إناسي عقوب أن تعبر حائط العادي لتتفرد في خطها المميز وتبرهن أن إبداع المرأة في الفن لا حدود ولا قيود له شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين